اشتركوا في القناة على قناتنا على اليوتيوب وتقريبا تحتوي على 23 فيديو وبالنسبة للدورة السابقة احنا شرحنا فيها اهم الامور اللي راح تعرضك والانت راح تستخدمها لما تجي تشتغل على برنامج الاكسل ولكن قد البعض انه ما عند الوقت انه يتابع 23 فيديو فاحنا راح نسوي هنا خلال هذا الفيديو هو عبارة عن تيتوريال راح يكون ملخص عن برنامج الاكسل تقدر من خلال هذا كنت تسابقا ماخذ برنامج الاكسل وتركه لمدة كذا سنة فيمكن انه خلال مشاهدة تلك لهذا الفيديو انه انت ترجع تستخدم برنامج الاكسل بكل بساطة فنفتح برنامج الاكسل وطبيعيا راح نستخدم النسخة 2019 اوكي نفتح البرنامج هذه النسخة 2019 طبعا هذه بالنسبة لواجهة الهوم اللي هي بداية الاستخدام للبرنامج والما نفتح عندك عندك فيه الجهة اليسرى عندك الاعمال السابقة اللي انت فتحتها وعندك في الاسفل open other workbox اللي هو حتى من خلاله تفتح ملف اكسل موجود عندك سابقة طبعا هذه الصفحة هي خاصة بالcreate new project عمل بروجيك جديد عندك هنا تيمبليت تقدر من خلالها انه تضغط عليها حتى يبدأ بالتحميل من الانترنت ويحملك تيمبليت متكامنة من حيث التصميم وكتابة الاكواد الخاصة في هذه الworkbox ويضا تستطيع انه تعمل category لهذه التيمبليت فعلى سبيل المثال thread personal شخصي فتضغط على personal فرح يبحث عن طريق الانترنت طبعا ويبدأ يجلب لك التيمبليت الخاصة في التكون الشخصية وتلاحظ الكاتيجوري هي مصنفة اليك على الجهة اليمنى طبعا احنا نفتح planc workbook فنضغط على planc ففتحتنا الواجهة الرئيسية لبرنامج الاكسل برنامج الاكسل 2019 ساعة عشر يحتوى على مجموعة من الميزات الان راح نتعرف عليه ولكن في البداية خلينا نبتدي مع الجي اي الخاصة في البرنامج طبعا عندك في الاعلى تلاحظ عندك هنا نبوك وان اللي هو الworkbook الخاص فيك وبطبيعة الحال احنا الان الworkbook يعني حاليا هو غير مسايف غير محفوظ فتذهب الى file اوكي وبعد ذلك على save وتبدي بتحفظ الworkbook على سبيل المثال احفظه في جوجل درايف بعنوان بوك وان اكس ال اي اس اكس كصيغة امتداد ملفات الاكسل واقل اهنا save فالان عندك الworkwork انحفظ في المسار اللي انت حددته وجميع شغلك اللي راح تشتغله مجرد انه تضغط على control s فهو راح يحفظ بشكل تلقائي اوكي عندك في الاعلى تلاحظ هنا عندك ايقونة الحفظ اللي اختصار لها control زائد حرف s وعندك هنا لل undo اللي هو الرجوع اللي هو يمثلك كاختصار لهذه العملية control زائد حرف z وعندك ايقونة اللي هي touch اللي هي تبدلك ما بينه بوضع touch والماوس mode فلما تضغط عليها راح يطيك خيارين اما mouse او touch فلما تضغط على touch لاحظ الان الايقونات راح تزداد الحجم الخاص فيها على بود انه تبدي تستخدم touch mode الخاص في اللابتوب الخاص في كده كان يشتغل touch اوكي نراجع ماوس طبعا التويبات الخاصة في البرنامج او ما يسمون اللي هي التويبات موجودة في كل الاصدارات السابقة ولكن في اضافات معينة عندك file هذه الصفحة الفايل اللي من خلالها يمكن انه تعمل بروجيكت جديد انه تفتح بروجيكت تحفظ تعمل طباعة يعني تعد اعدادات الطباعة تعمل publish وكذا مجموعة من الامور وفي الاخير عندك option اللي هي جدا مهمة لما تضغط عليها راح يفتح لك option الخاصة في البرنامج وداما الناس ما تبدي انه في اعدادات option داما ما تحتاج لانقاوج لما يكون عندك اللانقاوج يعني في اختلافات في اللانقاوج يمكن تذهب الى اللانقاوج وتضبط اعدادات اللانقاوج نحتاج الهوم كثيرا يعني ونحتاج الى formula لان من خلالها راح ندرج المعادلات اوكي فكل التويب من هذه التويبات لما تضغط عليه في طبيعة الحال راح يفتح لك tools الخاصة فيه وطبعا كل كل تويب هو مقسم يعني في الهوم مقسمة الى clip port لاحظة اعدك ادوات خاصة في الحافظة font ايضا اعدك مجموعة الادوات الخاصة في الفوند alignment numbers styles sales editing يعني كل شيء سيكون مرتب فانت لما تجي تقول انه انا اريد ابحث عن شيء معين اذا اعمل شيء معين فهذا الشيء انه يترتب على يعني ايش يكون موجود يوجود مثلا في alignment اريد ابدي اعمل محاذات للنص فاتجي الى الهوم alignment وبعدين اعمل المحاذات لما ابدى اغير في تنصيق الخلايا يعني اللون كذا وهذه الامور فانت راح تتجي الى sales الى sales وبعدين على format او على styles وتبدي تغير في هذا كمفهوم عام لكيفية الانتقال واختيار التأبيبات الخاصة في العمل طبعا هذه مساحة العمل اللي هي الworkbook وعندك في الاعلى تلاحظ انه في الاعلى عندك شريط هذا شريط جدا مهم اللي هو formula par هذا الpar يمكنك من كتابة المعادلات طبعا تلاحظ انه عندك بار اعتيادي وعندك في الجهة اليسرى من عنده انه زر او ايقونة خاصة في ادراج المعادلات اللي هي insert function لما تضغط عليها طبعا بعد الهار راح يفتع لك مجموعة من المعادلات يمكن من خلالها انه تدرج معادلات وراح نشوفها خلال هذا الفيديو وعندك هنا علامة الصح علامة الخطأ اللي هو تأكد لك ادراج المعادل يعني بعد ما تكتب المعادل راح تضغط على صح حتى يدرج لك وعندك هنا اللي هو رقم الخلية يتمثلك ب يعني capital حرف capital انجليزي وبعد ذلك رقم اوكي بالنسبة لها تصنيف الworkwork اذا انت كنت تذكر سابقا فهو يتكون لك من جزئين وهو طبيعيا تكون من صفوف وعامدة عملية الصفوف تكون مرقمة اللي هو الارقام الانجليزية الارقام يعني من واحد الى اللامان هاية بالنسبة ووركشيت اوكي وبالنسبة للاعمدة فهي مرقمة على capital الانجليزية فالتقاطع ما بين الرقم يعني رقم العمود مثلا راح يعطينا هنا A1 لما تضغط عليه تجيب مؤشر الماوس عليه فتلاحظ عندك في الار اللي موجود في الاعلى اللي هو namebox فراح يعطيك name1 وهذا جدا مهم حتى تعرف من خلال رقم الخلية فانت بدل انه تقول هنا مثلا عندي P وتبدي مثلا عن سبيل مثال تأشر وكذا وذا كان عندك الخلية هي موجودة في كذا رقم فانت مباشرة راح تضغط عليه فراح يعطيك رقم الخلية اي اسم الخلية واسم الخلية جدا ضروري لان احنا نتعامل مع الخلائم خلال اسماعها هذا هو بالنسبة الى كواجهة عامة عن البرنامج عندك طبعا في الاسفل راح تلاحظ عندك sheet1 اي الشيت الحالي اللي احنا دي نشتغل عليه حتى نضيش sheet جديد اضغط new sheet فراح يفتح لك sheet فاصبع عندك sheet1 sheet2 حتى تحذف هذا sheet نقرع لي click payment يمكن من خلال تظهر لك مجموعة اختيارات تعمل insert يعني sheet جديد تحذف هذا sheet delete تعمل rename move or copy يعني تقوم بعملية تحريك الى او انه تعمل copy view code اذا كان عندك code موجود في يعني visual basic vba او protect sheet اللي هو حماية هذا sheet انه تضع على مثلا كلمة password حتى تعمل protect او تعمل height بشكل مؤقت حتى يعني بشكل مؤقت وبعد ذلك تعمل in height اللي تلاحظ ها بالاسفل اوك نعمل delete تلاحظ sheet tool ان حذف طبعا في الجزء الاسفل اللي هو تلاحظ عندك 3 او ضاع او 3 layout او كي وهذه layout نفسية موجودة في view تلاحظ ها لما تتابع على view فهو يعطي كيها في اسم work work view فهي نفسية هنا موجودة احنا الان نشتغل في normal لما نضغط على page layout راح يبدأ يقسم لك الwork box بالكامل على شكل page والpage مثل الصفحة لها header و لها photo طبيعة الحال فان الخلايا راح تقسم داخل الpage باستمرار تلاحظ عندك P ينتهي في I يبدأ في J وهكذا بالنسبة الpage break preview فرح يعرض ها لك بشكل كامل كpage layout او الان نرجع على normal ونرجع على قائمة الhome اللي هي تعتبر الجزء الاساسي اللي انت دائما راح تشتغل عليه عندك طبعا عملية الانتقال ما بين الخلايا وكذا وكتابة ال content داخل الخلية على سبيل المثال عندك هذه الخلية تستطيع انه عن طريق انه تزيد حجم العمود من خلال انه تاخذ مؤشر الماوس للاعلى راح يتحول عندك مؤشر الماوس الى المقبس اللي انت تلاحظ تضغط عليه وتسحب راح يمكن من خلال ها تزيد حجم الخلية هذه الخلية P1 او من خلال ارتفاع الخلية طبعا ايضا نفس الشيء بنفس الطريقة اوكي تزيد حجم الخلية طيب عملية تحديد الخلايا استطيع انه حدد الخلايا من خلال الضغط المستمر وابدأ حددها بصورة مباشرة اوكي هذه طريقة سريعة عملية تحديد الخلايا اردت انه تحدد كامل يعني P1 بالكامل اذهب الى P1 للأعلى واضغط علي ضغط واحدة راح يهدد لك او تتحدد ريكود كامل بنفس الطريقة السابقة تذهب الى وتضغط عليه فرح يهدد لك كل الريكود طيب هذا بالنسبة عملية تحديد الخلايا او تحديد المحتيوات اللي هي موجودة طيب انا حتى ارزح خطوة سابقة فيمكن انه ترجع يعني من الاعلى الاندو او تضغط على كترة وز او كي فلا لاحظ رجع عنه كخطوة سابقة او طيب عملية ادخال الى مباشرة تخلي مؤشر الماوس على الخلية وتبدي بكتابة الكونتينت بصورة مباشرة على سبيل المثال انه نبدي بكتابة التسلسل بهذا الشكل وبعد ذلك تنتقل الى الخلية اللي تكون بالجوار من عدة وتكتب الاسم او على سبيل المثال تكتب الصف او مثلا عندنا الدرجة بهذا الشكل فالان اصبعت عندك كل خلية تحتوى على كونتينت وتلاحظ هذا الكونتينت انت لما تبدي بكتابة الكونتينت اوكي يمكن انه تكتبه بصورة مباشرة او انه تضغط عليه يعني ضغطتين حتى يدخلك داخل الخلية اوكي يعني يمكن انه تضغط ضغطة واحدة على الخلية وتبدي بكتابة الكونتينت فهو راح يمسح الكونتينت السابق المحتوى السابق للخلية ويكتب من جديد يعني ايش هذا يعني مثلا الان تلاحظ في الدرجة لما اكتب الدرجة فهو حذف لي الكونتينت السابق الان لما اضغط ضغط تين فرح يدخلك داخل الخلية يمكن انه الدرجة الاولى وتبدي تكمل يعني تعمل تعديد على الكونتينت فالان نراجع الى الدرجة اوكي عملية تنسيق النص يعني الان تسلسل الاسم في كل برامج او في كل البرامج التعامل مع النصوص فانت تعدك النص على سبيل المثال نحدد النص يعني تضغط الكيسر وتسحب على مو تحدد هذا النص اوكي بعد ذلك اذهب الى فابدي على سبيل المثال انه اغير حجم على سبيل المثال اجعله 24 بهذا الشكل واغير في اللون على سبيل المثال اجعله بهذا اللون بوردر دائر ما دائر اوكي بوردر دائر ما دائر او ما نحط له بوردر طيب اعمل لي ايش اعمل مثلا على سبيل المثال full color يعني استطيع ان اجعل ايضا full color يعني sitting خاصة في عملية ضبط اعدادات الناس طيب الان لاحظ الان اصبحت عندنا بهذا الشكل فانا استطيع انه ازيد حجم الشكل والدرجة بهذا الشكل اوكي الان اصبحت عندنا هذا يعني اللعم اللي احنا صنعناه مثلا نغير في الفونت نوع الفونت الى مثلا نغير الى الفونت يعني سابق حافظة اوكي نرجع مرة ثانية نضبط حجم الخلايا ما تناسبها مع الكونتنط بطبيعة الحال اوكي الان نتج الى قسم الالايمنت الان لو ابدأ احدد هذا الكونت واتجه الى الالايمنت فانا اريد كل محتوى خلية هو يريد في المنتصف الخلية فالان لاحظة هو جعل الالايمنت باتجاه البوتوم فانا اجعله بالميدل الالايمنت فالان اصبح باتجاه الميدل وانزل الاسفل اخلي في السنتر لاحظة الان اصبح الكونت في الخلية هو في السنتر الخلية تماما طيب لاحظ الان احنا كل خلية او كل عمود داخل الاكسل او برمجيا احنا في البرمجة الخلية نوح هذه الخلية مثلا على سبيل المثال هذه الخلية نوح رقم فانا اجعل الخلية رقم هذه الخلية نوح عملة معينة فانا اجعل هذه الخلية او هذا العمود هو برعا عملة هذا اسم فانا اجعل اسم هو نصي اوكي درجة نمبر شنو نوع هذا هل هو انتجر هل هو ديسمول اوكي اذا هذا موجود في قسم النمبر مثل ما انت تلاحظ على سبيل المثال عدي التسلسل انا التسلسل بطبيعة الحال هو ايش هو انتجر فانا اجعل ايش اجعل نمبر مثل انت تلاحظ حتى ابدأ شنو ابدأ دخلي او اعم يعني ارتب على اساس او اخصص على اساس هو نمبر مثلا عندي الاسم انا اجعل الاسم بالكامل احدد هذا الكولوم بالكامل احدد واجعل على اساس انه ايش هو مثلا اسبب المثال اسم سترينج تلاحظ اي بي سي او هذا الصف نفس الشي يعني الصف ايضا نفس الشي عنزل الاسفل تلاحظ عندك مجموعة من الانواع تلاحظ انها عندك تيكس الدرجة الدرجة هي يمكن ان تكون بالعشرات او يعني نجعل ايش نجعل النامبر اوكي اذا هذا بالنسبة عملية تخصيص البيانات ونوع البيانات اللي موجودة على سبيل المثال عندك عندك ريكورد او عمود اخر اللي هو العملة اوكي عملة سوري العملة طيب الان لاحظ انا ارجع مرة ثانية حتى ابدأ اخصص هذا شي لا بالتأكيد انا احدد السابق اذهب الى clipboard بعد ذلك اضغط على format painter اوكي وانقل هذا الى الشي اللي هو اللي بصف فرح ينقل لك التنسيق بالكامل كل شي انت عملت من تنسيق ينقل لك الى الخلية المعنية فأحدد هذا الكلور وبعد ذلك اتجه الى number وبعد ذلك الى قسم ال number واجعل على اساس انه عملة فاجعل currency بهذا الشكل اوكي يمكن انه تضيف علامة dollar اوكي وبالنسبة للمثلا الدرجة يمكن انه تضيف تغير في decimal لاحظ percentage اوكي هاي علامة النسبة المئوية يضيف لك علامة نسبة مئوية هنا يضيف لك المعنى انه يضيف لك علامة نسبة مئوية وكذا يضيف ها لك بشكل تلقائي على كل content انت تدخلي داخل الخلية اوكي هذا يزود لك decimal يعني ايش معنى decimal مثلا سأل الآن لاحظ هو 00 فاني لما اجئ ازود decimal اوكي ظهر عندنا الرقم اللي انا كتبته فهذا المعنية من عملية زيادة decimal من تقليل decimal مثلا انه اجعلها decimal 1 بمعنى انه يكون عدد صحيح درجة تكون عدد صحيح اوكي عملية ادخال البيانات الى الخلائق كادخال البيانات وليست ادخال معادلات فبكل بساطة انه تذهب الى الخلية المعنية وتدخل البيانات الخاصة على سبيل المثال انه تسلسل يبدو 1 2 3 وهكذا اوكي لو كان عندك يعني هو لو كان على سبيل المثال بهذا الشكل هو طبيعيا فانت تحدد يعني الكلوم بعد ذلك تجعل الى alignment وتجعل في المنتصف اوكي طيب لو كان بالنسبة لالدخال التكست ادخال المثال ادخل 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 اوكي اذا ضغطت الان اذا ضغطت enter مباشرة ينتقل الى record اللي هو يكون في الاسفل من يعني يكون محمد مثلا ادخل المثال واحمد تضغط على enter وهكذا تحدد المجموعة الخلايا تذهب الى المنتصف او انه انت تبدي تكبر على سبيل المثال تبدي بتخصيص النص الخاص فيك اوكي مثلا نقول هنا الصف الاول enter الثاني enter الثالث enter اوكي بنفس الطريقة السابقة او انه تبدو تتحدد مجموعة الخلايا بالكامل بعد ما تدخل الى تجعلها في المنتصف بشكل اساسي اوكي نجعلها بهذا الشكل المنتصف طيب اا عندك في قسم الالايمنت شيء يسمون merge on center وهذا جدا مهم على سبيل المثال انه تتبدي تدمج الخلايا الخاصة فيك فمجرد انه انت تحدد الخلايا اوكي اللي موجودة وتعمل لها merge رح يطيك هنا merge on center merge on center merge on center يعني فقط damage فاحنا بداية نعمل merge on center رح يقل لك هنا موجود فانا عملت لك merge وحذفة الكنت السابق هاي العملية يمكن انه انت تجريها بصورة مباشرة تحدد على سبيل المثال الخلايا اللي تتلاحظ هن امامك اربعة خلايا اوكي اول ما تحدد هن مباشرة ايش رح يطلع عندك يعني مثلا لو تحدد تحدد هذه الخلايا رح يطلع على كاترل كيو حتى تعرض هذا كوك انت تحدد وتضغط على كاترل زائد حرف كيو سوري كاترل زائد حرف كيو ها الا كونتت مثلا هذا كونتت عندنا كاترل زائد حرف كيو فرح يطلع عليك شنه الكوك انالايز هذا الكوك انالايز انه بسرعة انه تعمل مجموعة من الاشياء اللي هي جدا مهمة مثلا سبيل المثال تبدي بتغيير التكس تبدي تعمل دوبلي كيد اني كيو اكو كلير هذه الامور رح نتعرف عليها الان في الستايلز الان هي موجودة عندك الان هنا ولكن هذه الامور هي موجودة في قسم الستايلز فعلى سبيل المثال انه تبدي في تخصيص الخلايا نحدد على سبيل المثال الجدول الخاص فينا وبعد ذلك تتجي الى الستايلز فعندك ثلاث اشياء مهمة اول شي تعمل تخصيص للخلايا يمكن من خلال انه تغير الوان الخلايا وتخصيص مجرد تغير الوان يمكن انه عندك هذا اللي حدد تجعل تيبل وتختار تنسيقات التي موجودة لاحظ الان هو محدد التايبل تحديد للتيبل فغير لك كل شي من خلال التخصيص واحتبر انه هذه عبارة عن ايش عبارة عن اعمدة وهذه هي الصفوف هو فتح لك نافذة معروفة في تصميم التايبل في برامج الوفيس نرجع على الهوم وعندك في الكون وفورماتين وهذا انه من خلاله على سبيل المثال عندك الدرجة مثلا كان درجة خمسين مثلا عندك اربعين اوكي اوكي وتكون على سبيل المثال عندك مثلا سبعين ياذش فهذه الدرجة اللي انت تلاحظها لو نحددها نتجي الى النمبرز نقل في الدسمال الخاص فيها او نتركها مثل ما هي موجودة اوكي هذه الدرجة تريد انه انت لما تكون خمسين فانت تبدي تأشر عليها انه هذا ناجح يعني الـ تختلف او تضع لعلامة صح او علامة خطأ اذا كان راسم اوكي هذا شي يسمونه التنسيق ضمن شرط التنسيق ضمن شرط مثل ما انت تلاحظها في الصورة انه علامة 6 علامة تعجب علامة الاربعة علامة اوكي مثل هذه الامور 9 علامة صح اذا لما تضغط عليها فرح يعطيك مجموعة من الامور كلها عبارة عن تنسيقات مثلا عندك هايل تو رولز اوكي فيمكن من خلالها انه تبنيها على اساس شرط فكل اكبر من خمسين اوكي هو هذا ناجح انه تجعل البركروند الخاصة في يعني غريث ذان فاذا كان غريث ذان 49 سوري 49 فمعناه انه هو ناجح لما تضغط علي تلاحظ الان هو اشر لك على 50 و 70 اعتبر انه ناجح وال 40 ظلت نفسه نفس الشي لو تذهب الى وبعد ذلك يعني هذي هنا تو والبوتون يعني هنان الشرط ايش هو نوع الشرط مثل اكوال اذا كان 50 اوكي اكوال تو تيكست اوكي اذا كان اسم احمد اشر له علي بهذا الشكل اوكي مثلا تتجي الى هذا يأشر لك علي على الدرجة يعني يظهر لك مثل ما تلاحظه انت لما تجعله بهذا الشكل اوكي فأشر لك 50 وطاق data bars ما لدها نبدأ الى فهذا انه يحط لك علامة صح علامة خطأ اوكي مثلا نجعله في هذا الشكل لاحظ السبعين صح علامة تعجب الاربعين خطأ فهذا هو نفسه لما تبدو تحدد اوكي رح تضغير لك هذه الايقونة نفسه رح يكون هنا موجود عندنا اوكي هذا بالنسبة الى الخلايا الخلايا احنا بطبيعة الحال حتى نتعامل مع الخلايا فاحنا مثلا نحذف الخلايا ندرج خلية جديدة وهي الخلايا مصنفة ل record في برنامج الاكسل يعني ممثل ما عدنا على سبيل المثال في الورد لما نضيف جدول تبدو تضيف وكذا هو كل شيء موجود داخل الاكسل فالخلايا وجودها لا نهاية ولكن ربما انه تحتاج على سبيل المثال تحذف هذه الخلية تعمل لها delete فانت لما تحذف delete sales اكيد 100% رح يسوي shift sales to enter معناه انه يعبر لك الخلية يعني كأنه شيء لم يحدث فقط يحذف الخلية الخاصة فيك اوكي تضيف خلية جديدة هذا يضيف الخلية جديدة تضيف راو جديد ما في اي مشكلة تعمل فورمات لهذه الخلايا طيب شنو هو الفورمات المقصود به هو style يعني لون الخلية وال background وهذه الامور الفورمات هو المقصود به مثلا حجم الخلايا انا اريد اعمل كل الخلايا حجمها auto يعني على content اذا كان content كذا حجمه اجعل الخلية هكذا اما اتحدد هذه الخلائب الكامل اتجي الى الفورمات وبعض مثلا raw height ابدأ اغير بال raw height مثلا اجعل auto fit raw height لاحظ لما اجعل auto fit ولما column ايضا اجعل auto fit فاجعل يعني auto fit وطبعا هنا ما حسب انه اللي موجود في الاعلى لما انت تبدأ تحدد الموجود في الاعلى اوكي وتجعل raw auto fit فرح يجعلك مثل على content الخاص بالخلية طيب هذا بالنسبة لقسم السلط طيب قسم editing ايش هو خاص خاص في عملية البحث والفلترة وكذا هذي الامور امتج هنا علامة clear تعمل لك حذف مو حذف الخلايا حذف محتوى الخلية تبع فيمكن نعم clear all كل المحتوى الموجود بالخلايا clear formatting اعذف الفورمات تلاحظ مثل ماهو موجود clear content اعذف فقط content وهكذا بالنسبة الانواع clear طيب عندك في الفل يعني مجموعة من امور خاصة في الفل حاليا ما راح تحتاجها وعندك في auto sum هذه هنا معادلات نفسية التي موجودة في قسم المعادلات الان راح نطلع عليها طيب عندك في find un select طبعا sort un filter يمكن انه تفلتر هذه الاسماء وتعمل لها sort من خلال a to z مثلا اذا كانت على احرف الابجدية اذا كانت على ارقام من كبير الى الصغير وهكذا عملية filter لا غيره find un select من خلالها يمكن انه انت تبحث وتبدل في امور معينة تبحث في كل شي طبيعة الحال وعلى سبيل المثال نبحث عن احمد احرف احرف انتر find next فهو راح يحدد لك مثلا صفا احرف اشار لك علي فيمكن انه تغير اوك تضغط على مثلا ندع مثلا مصطفى مصطفى وتضغط على فراح يبدل لك هادي طريقة بحث واستبدال احتيادية طيب الان خلاص نعم من هذي الامور كلها الان نتج الى قسم المعادلات وكيفية كتابة المعادلات واشن هي المعادلات الموجودة في المعادلات اللي موجودة في الاكسل مثلا سبيل المثال العملة ومكان العملة نبدو نغيرها الى النتيجة اوك وعملية كتابة المعادلة تكتب المعادلة في الخلية. اوكي? تكتب المعادلة في الخلية. اه كتابة المعادلة تكون من خلال الوضع يعني تنتقل الى البارة الخاص في المعادلات وتبدي انه تضع علامة مساواة. او انه بصورة مباشرة تذهب الى الانسيرت فاكشن وبعد ذلك انت تضيف الانسيرت فاكشن الخاص فيك. والانسيرت فاكشن بطبيعة الحال احنا ما نستطيع انه نشرح الانسيرت فاكشن بكامل. ولكن مجرد انه ترجع الى الدورة الخاصة فينا راح تجد كل شيء اه يعني على سبيل المثال رديد انه تستعمل اف الشرطية فاني وضع لك كل شيء تقريبا مقطع فيديو لا يتجاوز اربع دقائق. فيمكن انه تذهب الى الدورة الخاصة فينا وتبدأ على سبيل المثال اذا وصلت الى مرحلة دراج المعادلات ترجع للمعادلات وتبدي تتعرف شون تستخدم اف الشرطية. ولكن صورة مبساطة هي عملية كتابة المعادلات جدا بسيطة. اه البرنامج هنا مبسط عملية كتابة كود الخاص في الكونديشن. هذا بالنسبة لقسم المعادلات راح نضع لك رابط الدورة السابقة يمكن انه ترجع اليها وتبدي تبحث عن الشيء اللي انت تريده. اوكي. فكل فيديو ما يتجاوز الاربع دقائق. اوكي. طيب الان خلاصة من قائمة الهوم. القائمة الانسيرت خاصة في ادراج اي شيء. على سبيل المثال تبدأ تتحدث هذا الجدول. اوكي. وتبدأ على سبيل المثال تلاحظ في الاسفل انه عندك تايبلز. اه اه ادس ان شارت. يعني امور خاصة في اه شارت على سبيل المثال. قسم الالسترويشين لما تضغط عليه راح يفتح لك قسم اخر. وهذا هو معروف في برنامج الورد. تضيف انه تضيف صور. تضيف بكتر اونلاين. تضيف اشكال على سبيل المثال. ناخذ هنا مربع. نبدأ الرسمة. يرسم على الخلايا. طبعا ما يرسم داخل الخلايا. رسم على الخلايا. ويفتح لك قائمة الفورمات الخاص في هذا الشيب. تبدي انه تغير على سبيل المثال في امور تنسيق بالنسبة الى الشيب. ما رد ناخذ من وقتك حتى ما تزداد حجم الفيديو ومدة الفيديو. ولكن هذه امور بسيطة جدا. على سبيل المثال بالنسبة الى الشارت. يمكن انه متحدد الجدول الخاص بك. وتذهب الى الشارت. على سبيل المثال نختار ريكموند الشارت. اوكي. وتبدي انت تختار نوع الشارت اللي انت تريده. ونقل له هنا اوكي. فراح يدرج لك الشارت. او صورة بسيطة جدا. طبعا عملية الحذف اضغط باقي سبيس حتى يحذف. بالنسبة للانسيرت. اضغط على بيفو تايبولز. اوكي. فهو الان محدد للتيبل اضغط على اوكي. ولكن قبل ذلك خلنا نحدد الاعمدة. بهذا الشكل. ونلغي النتيجة. اوكي. نحدد فقط هذا. اوكي. تجي الى انسيرت بيفو تايبول. اوكي. الان هو حدده لك. نضغط على اوكي. نحدد على تسلسل الاسم الصف الدرجة النتيجة. اوكي. ونضغط على بيفو تشارت. اوكي. نضغط على اوكي. فالان لاحظ انه جاب لك تشارت. متكامل. اهذا كترول سي. كوبي. ارجع لا. الشيط الاول. واقل بيست. اوكي. فالان اجاب لك التشارت الخاص فيك. فقط اعمل زوم اوت. هذا هو التشارت. اذا. عملية اضافة التشارت. جدا بسيطة. واحنا هنانا متطرقيلها طبعا في الدورة السابقة بشكل يعني كل واحد لوحدة متطرقينها. مثلا اضافة بيفو تايبول اضافة التشارت كل شيء احنا متطرقينها. هاي بالنسبة لها قائمة الانسال. قامت الادروقات قامة خاصة فيها الرسم. عادي رسم احتيادي لك انت تستخدم الرسم. ولكن الشيء المهم الجميل جدا انه يمكن من خلال يمكن انه انت ترسم الشكل. على سبيل المثال ارسم دائرة. فراح يبدأ يحولها لك الى دائرة. او انه ترسم معادلات. link to math مثلا اكتب هنا اكس. تربيع. زائد اربعة. اوكي لاحظ الان هو اذا يحول يساوي مثلا خمسة. اوكي. تقدر تستطيع انه تعمل هذه الامور او انسيرت حتى يبدي يضيب لك هذه المعادلة. طبيعة الحال احنا المعادلة اللي ضفناها داخل الشيء. اذا هذا بالنسبة لقائمة الادروق. قائمة البيج لاي اوت هي قائمة خاصة في الطباعة. حتى اقتصر لك عملية الطباعة في الكامل. فاحنا نستطيع انه نضغط على كثرة بي. بشكل مباشر. راح يجلب لك كل شيء خاص في الطباعة. تلاحظ فيه اعدادات الطباعة. انه تستطيع انه اه تطبع البرينت اكتيف الشيط الحالية اللي احنا دي نشتغل عليها. او فقط البوك. اوكي. لاحظ طبع عنا البوك بالكامل. فاحنا نريد نطبع الشيط. هنا اعدادات الطباعة احتيادية. يعني على سبيل المثال نجعلها تكون بهذا الشكل. اذا هذا بالنسبة لعملية الطباعة يمكن انه تعدها بصورة مباشرة. اه وعندك طبعا في الشيت اوبشين عندك خطوط الوهمية الخاصة في الخلايا. وعندك الخاصة في تقسيم الجداول. يمكن انه تظهرها اثناء الطباعة او لا. حاليا هي ديفولت. كاختيار ديفولت غير ظاهرة. اوكي. وعندك ايش? هذا طبعا خاص في البرينت. وعندك الثيم. الثيم الخاص في البرنامج تقدر تغيره بالكامل. تختار ثيم معين. اوكي. يبدو يغير لك كل شيء داخل البرنامج. اه بالنسبة لالفورميلة. لما تضغط عليها فراح يعطيك مجموعة من الفورميلة. وطبعا في نصات الفين ونصوعة عشر. تطفوا الكثير من الفورميلة. وتلقيها مقسمة. يعني الاوتوصوم. الريسنت يوزد اخر شيء انت استخدمت. اه في لوجيكال منطقية. اف شرطية. اه اف نوت. عندك هنا التكس. التايم. عندك الماتس. عندك الفوكشن. سواء تكون انجينيرينج او انفورميشن. يعني تكون مقسمة لكاتيجوريز. وبالنسبة لقسم الفورميلة. وفي الفيو طبعا تحتاج في الفيو مجموعة من الامور. اه من ضمن هالزوم. واحنا نستطيع انه نعمل زوم من الاسفل. اوكي. وعندك في الشو عندك فورميلة بار. هذا البار اللي انت التلاحظة الخاصة في كتابة المعادلات. وبالنسبة للهيدينجز. اه نفسيتين الخاصة في تستطيع انه تظهرين وتخفيين. وهنا الورك فيو شرحناها في البداية. يمكن انه تقسمها الى نورمال او بيج لاي اوت او بيج بريك بريفيو. طيب. في قسم الويندو يمكن انه تعمل هايد لهذه الويندو او سيبلود. يمكن انه تبدل اذا كان عندك اكثر من يعني اكثر من مشروع. اه يمكن انه تتبديل لبياناتهم. اوكي. اه تعملي نيو ويندو. ويندو جديدة خاصة فيك. اه لما تضغط عليها يعني يراجعك على قائمة الهوم اللي هي نيو ويندو. تعتبر. اوكي. اذا هذا هو اه ملخص عن برنامج الاكسل. يمكن من خلال انه تستذكر العمل على البرنامج. وبطبيعة الحال تستطيع انه ترجع الى الدورة اللي قدمناها. وطبعا هي دورة كل فيديو لا يطول اربع دقائق ثلاث دقائق. يشرح لك في فتشيء ومعين. الشيء اللي انت تحتاجه في عملك داخل البرنامج. رح تجده موجود داخل الدورة. واخيرا طبعا لا تنسى الاشتراك في القناة وطرح مشكلتك في التعليقات.